أول مرة نتقابل كان فيه نقط في مركز الإبداع الفني بتاريخ 2006 أول انتباع كنت واخده على الطرف التاني قولي أنت الأول أول انتباع كنت واخده عن أحمد وكان ريحت حلوة قوي دي كانت بتبص من حتة غريبة قوي أول انتباع خدته عن أولا كانت قاعدة بمنطلون كده أسود وتيشرت أبيض نعمل كده قلت إيه ده دي إيه دي يعني ده رجل ولا ستة ده ولا إيه في حاجة غريبة هنا يعني ده الانتباع ده حاجة حلوة صح؟ أيوة طبعا حاجة حلوة جدا يعني كانت واسس بيفرونت يعني يعني بني آدم الجواز كان فكرة كانت فكرة مينة؟ كانت فكرة مهبوب سستين مينة عولة؟ نعم عولة كانت فكرتي أنا؟ بزمتك كانت فكرة كانت مهتمة بيها يا جماعة كانت مهتمة بيها وأنا كنت صغير والضحك عليها وأنا كنت تستنى شوية كده دلوقتي كنت تفكر خلاص بقى اللي حصل حصل طبعا الجواز سأقول لك حاجة حلوة بقى والله لا الحمد لله يا ورعي عشان لو ما كانش حصل وقتها عمري ما كنت هتجوز وأنا فخور بيكي وفخور بالولاد ها عيط اختلافاتنا معظمها بسبب العصبية بس ابنة صالح بس ابنة صالح لما لما ابنة صالح هو فجأة عارف اللي هو ايه بيحكها كده بحكها كده اللي هو هاني بقى خلاص يعني هو مين الشرير على طبعا ومين الطيب أنا طبعا أولادنا بيحبوني 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 بس بيحبوني أكتر عشان بدلع بس بيحبوني أنا أكتر طبعا يعني واحنا اتنين في البيت هروح لمن فينا وانت موجودة؟ أيوه أنا أكتر حاجة بحبها فعولة إنها طيبة وجدعة ومختلفة ومسؤولة وشايلة البيت ده أنا قلت يهيين شان لأقول له انا بيحبوني دهçek fer 매�se حاجة بحبه فاحمد ايه بقى انه ايه ده يعني ايه ده؟ يعني كده يعني أويت في يطبق يعني مش الطبي مش العادي يعني الرومنسية بالنسبالي هي يعني الرومنسية بالنسبالنا إن إحنا نبقى نتكلم ننبسط اتسيبني الوحدي لما أبقى عايز أبقى الواحدي أوه سيبني الواحدي كده يعني اتسيبني الواحدي لما أبقى عايز أبقى الواحدي هقولها تاني عشان هي بس تفتكرها اه? يا عم روح يا عم. هالليده بعض. حبيبتي تعليلي. هقولها لما بتحصل كتام كده. يعني هو والشها والله العظيم. والشها عامل كده وبعد ايه? لأ هو بقى ايه? عامل فيها بقى الايه? الشاب السيمبل اللازيز. ما نقول لك يعني اللازيز بقى اللي حياة كلها حلوة قوي ويه. على طول بقى بيت حكينا لأي حد. اه عبيتي يعني. ايه. برافو يا جماعة والله بسطنا جدا. شكرا 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 شكرا